مع ممارسة سياسات الرئيس التركي رجب اردوغان القمعية والتنكيل ضد كل من يعارضه مما اضطر عددا من معارضيه الى السفر لدول اخرى هربا من قمعه وبتشه بالاضافة الى اقحام بلاده بالتدخل في شؤون الدول الاخرى مثل ليبيا وسوريا والعراق وروا الصحفي التركي المعارض والمحلل السياسي سعيد صفاء معاناة الصحفيين الاتراك سواء كانوا لا يزالون في تركيا او من استطاع منهم الهرب الى الخارج في ظل نظام استبدادى يقمعوا اي صوت يكشفوا فساده çok fazla değildir bağımsız hareket etmek zorunda kalınca ya hapiste olursunuz ya kaçmak zorunda kalırsınız mesela Oda TV 7 yıl boyunca sadece Erdoğan'ı destekledi sonra dönüp Erdoğan bu defa Oda TV'nin gazetecilerini içeriye atmaya başladı Erdoğan zaten böyle yapıyor biriyle savaşırken öbür tarafı yanına alıyor tamamen güçlendikten sonra bir tarafı bitirince bu defa yanındakileri hapse atmaya başlıyor وذكر الصحفي التركي في مقابلة له ان الصحافة احدى المشاكل الرئيسية في تركيا ومن اهم سمات سلطة اردوغان التقضى على الصحافة لاغفاء الحقائق التي يسعى خلفها الصحفيون مبينا انه لهذا السبب لم يتبقى للصحفيين المعارضين فرصة للعيش في تركيا وبين صفا ان حكومة اردوغان سيطرت على الاعلام واشترت جميع المؤسسات الاعلامية حتى تنشر ما تريد وحول مخططاته قال صفا ان اردوغان وحشيته لديهم بعض المخططات منها جعل كل البلاد المحيطة بتركيا تحت سيطرته وحينما يريد ان ينفذ ذلك فانه يسعى اليه عن طريق عمليات غير شرعية واضاف صفا في اعتقاد اردوغان انه من الممكن ان يجمع العالم الاسلامي ويصبح خليفة على المسلمين ويعيد تاريخ الدولة العثمانية التي مضى عليها عدة قرون فانه قرون عادت بوقتقال عدة قرون ولم تذهب عورات log Pamoma غير احتجام وعراء والمدرجاء ان اح mañana 自سيريا على مدرجاء انجم wysيل عركض اعرض درمجاء بعد swoje ومن دخل لبقدي جديد اول تحضر gezay لفي اخر وذكر المعارض التركي أن أردوغان بدأ بالتحرك مع الولايات المتحدة الأمريكية وبرر ذلك بقوله أنه يفعل ذلك لدعم أمريكا ولكن مع مورور الوقت يبدو أن الفكرة أعجبت أردوغان وحشيته وأرادوا تنفيذها وفيما يخص العلاقات التركية بالدول العربية أوضح صفا أن إدارة أردوغان لا تسير نحو الدبلوماسية الخارجية بل نحو الوضع العسكري فقط وأردوغان لا يستخدم سوى جيشه وفي الوقت الحالي لا يوجد مفهوم للسياسة الخارجية في تركيا واختتم قائلا أن أردوغان هو الداعم الوحيد لكل المجموعات الإرهابية في العالم ويرغب في مواصلة نشاطاته الإجرامية ويستغل ويستخدم الميليشيات في تركيا وليبيا والعراق وسوريا ويزودهم بالسلاح والمعدات لقناة ليبيا الحدث سوفيان بغرسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر